طبعاً يعني مسكلة السلاح المسكلة مشكلة يعني عويصة وصعبة ومعقدة فمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق منتشار السلاح بشكل غير طبيعي باعتبار أنه جميع حصل على السلاح وكل بيت أعتقد توجد قطع السلاح ورغم الجهود المتواضعة بالنسبة للحكومات المتلاحقة لما تفضل بي أستاذ علي لكنها للأسف فقط الأسلحة منتشرة في كل مكان طبعاً لا يمكن حصر السلاح في جانب دون جانب آخر السلاح موجود عند المجرمين عند المافيات عند العشائر عند العصابات عند الفصائل في كل مكان تجده حقيقة ولكن بالنتيجة نحن نضم صوتنا مع أصوات الشرفاء التي تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وأعتقد القرار الأخير الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء وليتابع وزير الداخلية الشمري تم رصد مبالغ بالمليارات أعتقد خمس مليارات دينار عراقي لمحاولة جمع هذا السلاح من المحافظات وتعويضهم بألمان أعتقد هذه الخطوة طبعاً هي غير كافية إذا أخذنا من الاعتبار أن المعلومة الأمنية والمتابعة الأمنية والرصد الأمني مهم جداً بحيث لا يتعرض أي شخص مهم وحتى العادي إلى اغتيال أو القتل فالقتل ليست من سمات المجتمع الديمقراطي الذي يؤمن بالديمقراطية والحوار والعدالة ولكن للأسف نلاحظ هنا وهناك محاولات قتل واختيال وتمثيل وما إلى ذلك وهذه ليست في صالح الحكومة والشام العراقي وليست في صالح مسارات الاستقرار السياسي في العراقي